تفضل سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إنفاذا للأمر الملكي السامي وأكد سعادة الدكتور أن اعتزاز حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن إيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة يمثل دعما لا محدود للجميع لهذه الجهود الوطنية مشيدا بجهود جميع موظفي المؤسسة الملكية لأعمال الإنسانية وما بذلوه من عمل إنساني طوال فترة الجائحة وأكد سعادة الدكتور مصطفى السيد أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من العمل للوصول للنجاحات المنشودة ومواصلة الساعي والجهود في العمل الإنساني النبيل لخدمة كافة شرائح المجتمع عبر عملنا اليومي الذي نقوم به وقد هنأ الأمين العامل المؤسسة الحاصلين على وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي معربا عن شكره الكبير للجهود المخلصة والمشاركة والمشاركة الفاعلة في التصدي للجائحة بكل عزم وتفان من جانب معربا منتسيب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي مؤكدين بأن خدمة البحرين تظل دائما نصب عيونهم هذا التكريم يرمز إلى نجاح سيد جاءات الملك في رؤيته في تأسيس مؤسسة قبل عشرين سنة هالمؤسسة النبيلة الخيرية اللي قامت بالمساهمة في نشر الخير وتقديم المساعدات للمضررين والمحتاجين أثناء جائحة الكورونا نشكر سيدي جلالة الملك على منحنا وسام الأمير سلمان للاستحقاق الطبي كل فخر واعتزاز في هذا اليوم المبارك وهذا الشهر الكريم أن أتسلم وسام غالي على قلوب كل البحرينيين وسام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للاستحقاق الطبي هذا الوسام جاء تلبية لنداء الواجب الوطني أن نحن اليوم نكون منضمن الصوف الأمامية في الحملة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة الملكية الأعمال الإنسانية حملة في النخير وهذا الوسام إن شاء الله بيكون دافع لنا أن نكون إن شاء الله نبدل مزيد ومزيد في خدمة الوطن فخرين جداً ليوم بهذا التكريم اللي بيعطينا دافع إن شاء الله أن نحن نبذل أكثر للوطن ونعطي أكثر للوطن نشكر جلالة الملك وسموه العاهد رئيس الوزراء وسموه الشيخ ناصر على هذا التكريم اللي بيكون لنا دافع إن شاء الله نحن نبذل جهد أكبر لرفعة اسم هذه المملكة نشكر جلالة الملك على هذا التكريم نعتز بها الوسام وها يحافظ لنا عشان نقدم حق مملكة البحرين حق خدمة الأيتام والأرامل بشكل أكبر